طبعا هو الاول اهلا بيكم ولا يخفى على احد اظن ان انا دايما عندي انحيازات وميول لبنانية جدا يعني طول عمري كده ممكن يكون برضو بالميلاد بالوراة يعني فيها حاجات كتير بس لا تستطيع على الانكار انه ان كنت سوف تنحز للصوت فتنحز بالقطع بالنسبة لي على الاقل لفيروز وتانية صالح انا كده اتقول لي بس انا خلقتي كده طب اعمل ايه تانية صالح بنفسها وده بالبنسبة كم من الاحلام ان انا قابلها في يوم من الايام واجري معها حوار ولو قصير منورانا في الاستوديو تسلم يا رب شكرا كتير ازاي الاحوال الحمد لله منورانا ومنورا القاهرة شكرا كتير احنا بكرا عندنا ان شاء الله حفلة في القلعة ايوه صحيح هو التحضيرات لحفلة زي دي بتتم ازاي يعني بتفكري في ايه بتهلك بتعمل تمارين كتير اول شي حفلة مثل هاي بدي فرقة بتليق بالمكان لانه نحنا عالة بتكون الفرقة اللي معي صغيرة هالمرة حسيت انه بدي تكون فرقة كبيرة ويكون معي رباعي وطريات لحتى اقدر نفذ الاغاني اللي حب يغنيهم باحسن طريقة هيدا اللي عم بصير هيدا 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 تاني يعني عادة اجمالا كل يلي بيغنيهم بيكتب لهم رجل يعني اجمالا فكيف بده يكون عم بيعبر عن شعوره المظبوط الحقيقي اذا مش هي عم يعني هي عم تعملها بايدا فمن هالناحية انا بنسبة لإلي كتابة اغانية شغلي كتير مهمة لأقدر انا عبر باصدق طريقة هيدا شغلي بس معك في اوقات كتير بحس انه بلا ما انا اعمل مثلا هلأ غيليف في الالبوم او بلا ما اعمل الفيديو كريب او في اشياء بسلمة لأشخاص بس حس انه انا هالمرة مش دايما بقدر اعملون انا يعني مش اذا انا برسم يعني لازم دايما ارسم او اذا انا بفكر بالفكرة الاساسية تبع الغيليف يعني دايما لازم انا كون عم بعمل في اوقات بسلم خبزة للخباز متل ما بيقولوا بلبنان بس اجمالا بحب انه انه اشرف على القليلة على كل شي لانه بيكون دايما في سكرة انا حب انه وصلها يعني ولا مرة بعمل الالبوم بيكون غنيف المطلق لا فيه تفكير ورا فيه تفكير فيه تفكير في فلتسفة ما ورا هذا الالبوم انه انا بعمل ده لانه انا عايزة اقول رسائل صحيح وضحة او محددة صحيح يعني الالبوم واحدة مثلا كتحب واحكي قصة كيف انا شايفي لبنان بعد الاستقلال هل فيه استقلال هل فيه واحدة وطنية هل فيه مجال انه نكون عايشين سوا بيظل كل هالطائفية اللي موجودة فكان فيه مثل كونسبت واحد لكل الالبوم كله عم بيحكي عن ذات بمنطق واحد مثلا الالبوم شوية صور كنت حب احكي عن الحب الحب مثل ما انا بشوفه مثل ما بتشوفه المرأة لانه المرأة بتشوفه بطريقة انتوا من غير كوكب يعني نحنا بنتشوفه انا متأكد بغير طريقة فكتحب احكي عن هيدا الشي الالبوم الاخير اسمه عشرة ميم كنتحب احكي عنه كامرأة بعد عشر سنين من الطلاق كيف بتحس كيف بيشوفه المجتمع كيف بيحس انه قديش بيحطي العلمات كمرأة بعمر معين يعني بتحس المرأة بهيدا الشي انه بتصير مش مطلوبة مش محبوبة مش هكي مستعملة كأنه تعبير قاسي جدا ها طبعا بس هاي الحقيقة للأسف للأسف بمجتمعاتنا طبعا مش هيدا الشي يعني انا هلأ عايش بيش بس مش مهزومة مش مهزومة ربوكي لا 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 بالنسبة لأيلي على القليلة لا مش مهزومة بس انا عم بصفلك عم بعطيك هيدول التعبير تقصفلك كيف المجتمع بيشوفني بس انا مش حاسة هيك ابدا طب انا هنا يمكن في عندي فكرتين عايز اتكلم فيهم عندما تحب المرأة فتبقى مختلفة في حبها ونظرتها للحب عن الناس اللي من الكوكب الاخر لزي حالتي الرجال ايه هي وجهة نظر المرأة في الحب ووجهة نظر تانية صالح هلأ انا يعني اضرب نوع مرأة ممكن تقطع عليك بالنسبة لكيف بتحب لانه انا بحب بعنف يعني بتطرف بإسرار بتصميم بشغف بخطة هيك طويلة الامد يعني وضعي سيء جدا بالنسبة لغيري في نساء ما بتحب هالطريقة بتكون شويم راجلة جلقصة معا فبالنسبة لغالي نحن عاطفيين اكتر يعني منحط بنعمل انفستمنت بالعواطف اكتر من العقل اجمالهم طبعا في دايما يعني انا نشوف ان الرجالة اكثر هشاشة في الحب من السيدات بكتير هيك بيقولولي ولادي الصبيان بيقولولي ليش انت بتفكري هيك نحنا مثلا انا لايك انو تفكري نحنا غالبة جدا ايه غالبة اه من مصري غالبة هو يعني بس في مشكلة يعني في يعني صعوبة بالتفاهم بمحل ما بالعواطف يمكن انتو عندكم زيت كمية العواطش اسمه بتعبروا عنا مثلنا اني احنا مثلا اذا انا مثلا عصبت منك بسرخ وبعيت وبعبر وكذا يمكن انت بتسكت او بتفكر قبل ما تحكي او فيه هالديناميك المختلفة بالتعبير عن العواطف على انا مشان ما اعمل مشاكل صرت بعبر عن العواطف بالشغل تعرف اك ان ويليم شيكسبير في الفصل التاني المشهد الخامس اصلا انا نهم انا بحب ويليم شيكسبير بروميو جوليات فكان في بداية المشهد بيتكلم على مسألة الاصراف في العواطف انه لايه داعي للاصراف او التصرع في الحب والعاطفة لانه ده بيأتي بعد كده بعواقب وخيمة وده في قصة حب روميو وجولياتي يعني فيه اكتر من كده اكتر يقبوا معا وبرضو نهى عن مسألة الاصراف من وجهة نظر شيكسبير فبتعتقدي انه احنا حتى في مجتمعاتنا بنحب زيادة عن اللزوم؟ ايه فحيح جيل ونساء فيه عواطف يعني بالنسبة لمجتمعات الغربية اكيد عنا الناحية العاطفية اللي هي مش بس الحب الكره كمان يعني في عنص بالكره تكره برضو بتطرف اه طبعا ما اللي يحب بتطرف هيكره بتطرف ده طبيعي ايه طحية طب هنا القصة التانية او الفكرة التانية مسألة نظرة المجتمع العربي لميم مطلقة انا ضد دايما كلمة المطروكة دي والمهزومة انا ابن امرأة مستقلة ايه اللي ربتني وكبرتني فانا بشوف قد كده انه دايما ستات دول عندهم صلابة اكتر مننا بمرحل وقدرة على مواجهة الظروف صحيح بتشوفي انه هل المجتمع بدأ يطور شوية من نظرته وتصبح اكثر اعتدالا وتمدنا في المسألة دي ولا لسه ايه شوية بس مش كتير كل ده مش كتير ايه لا مش كتير مش كتير يعني انا مصر انا كمين تربيت من امرأة مستقلة ربتني انا واختي وتعذبت فينا كتير ووصلتنا للي وصلنا له بس نحنا صرنا اقوى طبعا وهي كانت مرأة قوية لتقدر تعملها بس المجتمع ما عنا انصفة ما خليها تحس انه هي مثلها مثل اي رجل تاني او المجتمع انصف تانية او لا صعب ما بعرف اصلي ملء السماع والبصر بعتقد انا احسن وضعي من امي اكيد انا احسن وضعي من امي لانه انا ما ما سألت حدا يعني عملت واس يعني ما بدي اعرف عجبك او ما عاجبك مش انت يعني بس انه كمجتمع بدي اعمل شغل ما بدي اتقارن بحدا برجال او بمرأة بدي اشتغل بدي اوصل بدي حقيق يلي انا حطته براسي ما فكرت مرتين يعني ما كان عندي مشكلة ولا مرأة ولا رجال ولا يعني بيقولولي اوقات انت ليه منك نساوية مثلا ليه منك انه الرجال الشغير الشغير وانت المعترة لا انا ما بحس هيك ابدا ولا مرقين عندهم مشكلة طيب ما ينفعش بني وبينك نبقى قاعدين كده وتانية صالح منورانا وما سمعش خاصة ان احنا قبل ما ندخل الفقرة غنيتي كده لمدة مثلا 30-40 ثانية بمنتهى العزوبة لدرجة انها رحت قاعد كده قلت ايه ده ولا في مزيكة ولا في أي ساوند افاكتس وحاجة والنبي تغني حاضر ارجوكي غني اوكي موسيقى اذا في قرني بقلبك فيها شوية دفا انا بدي اعود فيها وعليها انفا اذا في قرني بقلبك بالطل على البحر انا بدي اغرق فيها لآخر العمر موسيقى 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 موسيعو شكرا موسيقى موسيقى ما عندهم مصطلحات شديدة غربة وانا الا الا رضاك التجديد ده بيبقى قرار ولا انه هناك ظروف تدفع الى ذلك قرار بعتقد يعني لما تشوف انه الصحة الموسيقية عم جميلا عم بتعمل نوع موسيقى ما عم بتحبه انت او ما عم بتحس انه بيرويلك عطشق للفن اللي انت شايف انه لازم يكون وخاصة لما تكون سمعت انت وصغير نوع فان تانى عن يلي عم تسمع وعم كل يوم يعني انا تربيت اسمع موسيقى المصرية والاخوان الرحباني وصباح وواديع الصافي كل هيد الموسيقى اللي كانت تاخد وقتها يلي كانت تتسجل كل الفرقة مع بعضا يلي كانوا يقاعدوا سنين ما يكلوا ولا يشربوا بس يعملوا فن هيدا الموسيقى وهيدا الأغانى اللي تربيت عليها بس تشوف انه اللي عم بيصير كان بالفترة اللي أنا كانت صغيرة أغانى عم تنعمل كيف ما كان, كلم عم ينكتب كيف ما كان إشي عم تتسجل كيف ما كان, غنيزاتها عم تكرر نفس نوع التوزيع, نفس نوع الحكي بتحس انه لا لازم ينعمل شي تاني هلأ شو هو هالشي ما بتعرف بس بتعرف انه لازم يكون في شي مختلف وبتعرف انه ما بدك تعمل حرب على حدا انه كل واحد ساحتين على قلبه يعمل بده اياه بس لازم يكون في شي ينعمل بغير طريقة على القليلة يعني لازم الناس تسمع اشي مختلفة وتنق هي بعدين شو بتحب تسمع او شو بتحب انه هيدا الشي يكون مستمر بحياته فايه كان فيه قرار بس انا تقول لك شغلي انا ما قررت اعمل موسيقى لانه انا كان بدي اعمل موسيقى انا سيئة بتشتغلت بالاعلانات وصرت اعمل دعايات صرت اكتب دعايات يعني فمن هون مديرة وقتها بشركة الاعلانات قال لي ليه ما بتعملي اغاني انا قلت له شو اعملي اغاني يعني ما كانت بوارد ابدا اعمل هيدا الشي قال لي جاربي وكنت وقتها عم بشتغل بستوديو عم نسجل بالقرال مع زياد بمسرحيات والاخيرتين فقلت انا طيب ما زلني بستوديو ما زلني يعني ادرا انه وجرب عالقليلي حاجرب هيك صار يعني ما كان ازا بدك مش قرار مصمم من قبل قرار سئب انه الحياة خلتني اخدو وهيك عملت يعني ولحد هلأ بيصير واحد تنميع يعني بتعمل اول غنيه بيصير بدك تعمل التاني بتلاقي انه الناس عم تحب هيت تعامل بعد هيت تعامل بعد ما بتغد تشبع صحيح بتلاقي كمان في مقاومة في الاستماع يعني انا افتكر كويس انه بما ان احنا ذكرنا زياد رحباني زياد وهو بيطلع الموسيقى بتاعته فكانت بتقاوم صحيح حستها يا لمستها سواء ازا كان من الصناع او من المستمعين والجمهور صحي طبعا طبعا حصلت انه انت مين حتى تجي تعمل هيدول الاغاني شو مفكرة حالي انه انت من قيمتن فيه نساء بتكتب اصلا اه وليش انت بالقلب بديك تمشي يعني انه شو انه كلنا ماشيين هايك ليش انت بديك تروحي هايك اه الموسيقية مسلا انه اه اذا بتريد ممكن عند هالغنية ممكن اذا بتريد تعذف من هون لهون تسقط من هون لهون وانت تكفي عنه انت مره بتعطيني انا تجريلي انا شو بتعمل تني اواما وتعليمات وتوجيهات ها تديني توجيهات وتعليمات ايه تديني توجيهات انت اصلا يعني فيه هيدا ولمجتمع انه بس يسألك شو بتعملي بتقول له مثلا انا بكتب اغاني بيتطلع فيك ان هو شو يعني بيكتب اغاني مش انه بغنى ما بقله ان ان بغنى بكتب اغاني شو يعني بكتب اغاني بقلهم يعني Denis واحد مثلا بيغني ويكتب الغنية اه بقى غريبة يعني القصة فاخدت كتير وقت لاستوعبوها الناس انه ايه فيه يوجد يعني ناس تعمل هيك وبدك كمان تضلك عم بتحارب بنعومة كمان يعني ما بدك تعمل مشكل يعني بدك تقول انا موجودة بس اذا بتريدوا ممكن تخلوني يكون موجودة بدون ما تعمل مشكل لان اذا بتعمل مشكل بتصير قضرة بالقصة بدك تخط شوي 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 من غير صدباط من غير صدباط وبدك تاخد كتير وقت وبدك تتيس يعني انا مثلا تيسة انه مصرة انه اعمل هيك خلط بدي اعمل هيك انه ما حدا يقف بوججي ما حدا يقلي لا بس بدون مشاكل فمن هالناحية صعبة كتير القصة وبتاخد بتبكي اوقات بتزععل بتتحبشك بتخليك تحس انه انت انه 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 ليش اصلا انت بدك تعمل هيك بحالك يعني اوقات كتير انا بسأل حالة ليه بدي تعملي هيك بحالك انه اشتغلي غير شغلي ورايحينها بقى من هالعذاب النفس المتواصل بكل ألبوم بكل غنية بكل موقف بكل كونسبت بكل فكرة دايما لازم تحاربه انه ما فيك تماشينا مسلا عملينا شغني هيك سهلة ترايحيني مسلا شوي بحكي مع حالي انا دايما بس كمان في شغلي انه كل الناس اللي انا بحبهم بالموسيقى ما كانوا عم يعملوا الطريق اللي سالكوا اللي قبلهم وقلدوهم كان في دايما شي جديد وانا بالنسبة لي هيدا تعلمت منه كتير يعني مش بس بالموسيقى العربية موسيقى الغربية كمان يعني الانجليز والامريكان والبرازيلية وشوية الفرنسوية اللي سمعتن بالاضافة لكل شي قلتلك ذكرتلك يسمعته من الموسيقى العربية يعني القدود الطرب الدبكة المويل كل شي اجه من من العراق كل شي اجه من الخليج كلهم هون سمعتن وسمعت كل شي اجه من من امريكا كل شي اجه من البرازيل لانو لانو لام في لابنان كتير في تأثر بالبراسيل في كتير تواصل بين هالبلدين وطبعا فرانسا فكلهم اللي اني انا بحبهم كانوا كمان يتحاربوا وكمكم مش معروفين قد بغيرهم وكمان مغبونين وكمان مش اخاق بعد حبهم لانو حاربوا لايوصل لانو اللي قالوا اخذ جهد كتير وعذاب لوصلوه إصرار إيه إصرار طب أنا مصر أن أنا أسمع والنبي أسمع حاجة من عشرة ميم أنا غنيت لك وحدة بس كانت شوية مش مية بالمية منيحة كنت بتمنى أنه أعمل لك إيها أحسن كنت بتمنى أنه يكون معي الفرقة النفذة بطريقة أحسن بس المشكلة أنه الجايات كتير قوليلي أنا جاية أنا مصر يلا بنا والفرقة ونعد أحنا في مصر لك أنا أتيلك اللي لادي فنعد تختريلي إيه طيب تاني من عشرة ميم أحلى قصة غرام حلو يلا مالي رح عامل هيك تأسمع أحسن أحلى قصة غرام هي اللي منعاشت أحلى قصة غرام الكلمة اللي منقالت بتقيش كل العمر وما بتخلص ما ما طالت أحلى قصة غرام هي اللي منعاشت أحلى قصة غرام الكلمة اللي منقالت كل ما كانت بعيدي كل ما صارت عريبة هي القصة الوحيدية ديمة وشديدة ما في مطرح للعتب ولا ورقة تنكتب ولا حدا منا خسل ولا حدا منا غلب أحلى قصة غرام هي اللي منعاشت أحلى قصة غرام الكلمة اللي منقالت طب وإيه أحلى كلمة نقالت لتانية صالح؟ أحلى كلمة نقالت؟ ياه؟ لا فيه طبعا متير بس أنه إذا بدك أحلى أحلى كلمة بعتقدت بيكون ولادة قالوليها خروج ديبلوماسي جدا؟ لا أصف فعلا قالولك إيه؟ يعني مثلا لما يقولولي أنه أنا كنت أم منيحة أو أنه هن مثلا بيحبوني بحبهم بسط طير أكتر شيء ما كل الأولاد بيحبوا أماتهم؟ إيه بس وقتها تكون عم تشتغل وتعمل كذا شغلة وبدك تكون فنان ومدرشه بحيث حاله أوقات لأحد أنانة أنه يهتم بس بشغله وقتها بولدك بيقلك لأ أنت ربيتين بنيحس يعني أعطاك جايزة أنه مش أنه أنت بس هتميت بحالك إيه أصعب حاجة سمعتها؟ أوف ما في يقلك يعني هيدا بتيت برسونال طب أصعب موقف بس في شغلة كتير صعبة أصعب موقف وقتها تكون بتحترم شخص كتير وتحبه كتير 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 ولقلك هو مثل معلم وأستاذ يعني بعد شوية عايقونة بس ما تقدر تعطيه عاطفة حميمة وتأذيه لأنك ما عم تقدر تعطيه هيدا العاطفة ده حصل مع تاني أه مين؟ مين؟ ما في أقول لك برضو لا طبعا ما في أقول لك بس إيه بتحزن كتير القصة شيء للدرجات دي محزن كتبتي حاجة على كده؟ إيه؟ إيه؟ كتبتي إيه؟ دي تتغنى ولا لازم الفرقة تبقى؟ لا هيدا ما بتتغنى هيدا بدك تسمعها لازم تتسمع أه بالموسيقى بكلهم إيه أكتر غنوة كتبتيها وغنتيها وكانت بالنسبالك بتشكل فعلا معاناة حقيقية أو ألم حقيقي؟ كلهم؟ كلهم ألم؟ كلهم؟ ألم؟ لا مش كلهم ألم بس كلهم حقيقة كلهم حقيقي لكن ألم بس هتحكي لي حدوت الغنوة برضو أه كتير حاسس أنك هتقولي أنت أغلس موزيعة روحت له شو؟ هتقولي لي أنت أغلس موزيعة روحت له لا لا بدا بالعكس كتير مبسوطة فيك الله يخليكي حقيقي بقى أكتر غنية أنه بتعذبتني شو بدك تعمل فيها؟ كانت مؤلمة شايف أنها قصة مؤلمة؟ القصة الأكثر إيلاما فكتبتي عليها غنوة كتير في كتير قصة كلهم أكثر إيلاما من المعظمين؟ لا لا بس أنه في كتير في كذا قصة يعني عملتلي حالة عذبتني يعني الحالة بس ما عذبت الشخص اللي عذبني طلعته بالغنية طيب يعني بدك أقولك أصعب واحدة مثلا واحدة من الصعبين طريق الحب طريق الحب هليكم حافظونا عشان هتسمعوها بعد ما نختم اللقاء أنتوا تعدوا تسمعوا طريق الحب وده تتغنى أو هتتغنى بالموسيقى برضو ضروري؟ كمان موسيقى أفضل بس ما يكون فيها الشرق الغنية بلاقي حالة صعبة غنية بدون موسيقى يعني ما بنطرب أوكي إحنا وقتي للأسف بتاع البرنامج ده خلص وكان نفسي طبعا نحضر الحفلة بتاع البكرة بس سبب أما وجود على الهوى هنا فلكن زي ما يقولوا جايات كتير فهتنوري القاهرة إن شاء الله كتير بس المرة الجاية هنبقى بالفرقة عشان كلها مطلب حاجة ألاقيها قدامي أبقى سعيد أنا عايز أختم بغنوة مع المشاهدين تختملنا بإيه؟ بدك غنيلة غنيلة مش لقليه زي ما تحبي زي ما تحبي اختاري اللي يجي على بالك أنا بحب كارم محمود الله مثلا أمان عليك يعيني يعيني ما أنك هتفل هلأ هنفلل صحيح أنا عايز الأول أشكرك جدا عشان نورتينا وشرفتينا ووقتك دي وعندك حفلة بكرة ولازم تنامي بادري فأنا بجد أشكرك وأتمنى إن إحنا نلتقي تاني أرجوكي هيبقى برضو حققتين الحلم التاني يعني كان أول حلم إن إحنا نلتقي والحلم التاني إن إحنا نقعد أطول ونسمع مع الموسيقى وهكذا فأنا هسكت وهتركك وبتغني الكارم محمود مع جمهورنا المحترم شكرا لك أنا كمان بشكرا كتير أمان عليك يا للطول وهاتي العمر من الأول أمان عليك يا للطول ما حبي كتير وقلبي سعيد ديارتني عشقة عم نوال أمانة 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 يا ليلي يا ليلي